عادت السياسة للسباق مع الحرب في اليمن حيث يحاول المبعوث الأممي والدى الشيخ تحريك ملف المفاوضات رغم كل تطورات المتسارعة والتي تشير إلى السمرار الحرب وانسداد أفق السياسة فالمبعوث الأممي عقد لقاءات مع مسؤولين إماراتيين وعدد من قيادات مؤتمر صالح وقال والدى الشيخ في تغريدات له على تويتر إن تلك اللقاءات بحثت الوضع الإنساني والطرق المثلى للتوصل إلى حل سياسي وعلى وقع التحركات الأممية باتجاه السياسة أتت تصريحات السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر لتؤكد تمسك واشنطن بالحل السياسي ويعول السفير الأمريكي على ما أسماه الجناح المعتدل داخل جماعة الحوثي مشيرا في تصريحات لقناة اليمن الرسمية إلى أن مستقبل اليمن مرهون بحل سياسي ينهي الإنقسام الراهن وبدت تصريحات المسؤول الأمريكي متعارضة مع تصريحات السفيرة الأمريكية لدى الأم المتحدة نيكي هيلي دعت فيها لتحالف جاد ضد تدخلات إيران في اليمن تاتي التحركات الدولية باتجاه فتح منافذ للسياسة في اليمن في ظل تحركات عسكرية ميدانية مع ميليشيا الحوثي وتتزامن تلك التحركات العسكرية مع جهود سياسية للشرعية والتحالف باتجاه حجد كافة القوى السياسية والاجتماعية لمواجهة ميليشيا الحوثي تحركات المبعوث الأممي وتصريحات مسؤولين أمريكيين تشير إلى وجود مؤشرات على فتح حوار جديد مع ميليشيا الحوثي لكن التطورات الأخيرة تقول بعكس ذلك ووفق وزير الخارقية عبد الملك المخلافي فلا وجود لأي أفق لحل سياسي في اليمن ترجمة نانسي قنقر